المكيف هذا شغال او لا، وماذا قصة الفتحات الكثيرة اللي عليه، وكيف المكيف كلمني وقال لي لابد تنظف لي الفلتر الخاص فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخكم فيصل السيف واليوم جهاز تطور تقنياً من سامسونج وسلسلة مكيفات الانفيرتر ويند فري بالبداية دعني أعطي الملخص الإيجابي لأهم الأشياء اللي عجبتني في المكيف وأيضاً الأشياء اللي اتمنتها تكون أفضل أولاً أبدأ باللي عجبني، انتشار مختلف للهواء بصراحة ما قد شفتم مع مكيفات وعدم تركيز التوجيه في نفس الهواء باتجاهات محددة أيضاً توفير في استهلاك الطاقة كون تقنية الانفيرتر تم تبنيها بهذا المكيف من سامسونج ووضع النوم صراحة كان رائق وشبه معدوم فيه الأسعاج مع فلتر تراي كير وكماً تحكم ذكي من التطبيق الذي يفتح لكم بحر من الخصائص، ولكن دائماً هناك أشياء تمنتها تكون أفضل فمثلاً الريموت يعطي إمكانيات، ولكن ليس بكثرة الإمكانيات التي موجودة في نفس التطبيق وكماً شيء في المكيف أن يطلع لكم درجة حرارة الغرفة، أحياناً الموضوع كان مربك بالنسبة لي، كنت أحس بأن درجة حرارة المكيف ليس بمحطوطة صح، فهي مسألة تعود الملخص يبين لكم الإيجابيات والأشياء التي تمنتها تكون أفضل، ولكن التجربة مع هذا المكيف والتجربة المطولة، وماذا نتائجها؟ دعني أبدأ بتفاصيل الشكل، وهي الشكل الطبيعي مستطيل تبريد خاص بالمكيفات من داخل وعندكم سبلت خارجي من الجهة الخلفية الآن المستطيل أسلوبه مختلف في التبريد، كون النوم أكيد في الفتحات العادية التي تودين مين ويسار الهواء وأيضاً في عندكم الفتحات الصغيرة التي موجودة في أكثر جسم المكيف، وبوضح هدفها أيضاً موجود لديكم استشعار لدرجة حرارة الغرفة وشيبان في منطقة السوداء على نفس المكيف والشاشة السوداء كان واضح فيها نفس المعلومات، وأفضلها عن المكيفات التي تأتي للإضاءة خلف جسم المكيف الأبيض وأكيد الفلتر جاي من الجهة العلوية، وهنا لازم أذكر يا جماعة، لا أحد يغسل الفلتر بالموية موضوع غسيل الفلتر بالموية تكنسل من زمان، فأكثر المكيفات تتطلب أن تكنسوا بممكنسة كهربائية هذا الفلتر ولا ننسى أن الموية أصلاً تساعد في انتشار البكتيريا مع رطوبة الماء بالفلتر لو انتقلت إلى الكمبريسور، طبعاً أيضاً شكل طبيعي، هو الذي تعودنا عليه من ناحية المكيفات ولكن هنا لديكم الديجيتال انفيرتر بوستر الداخل، الذي يساعد في تقليل استهلاك الكهرباء بمقدار يصل إلى 73% حسب سامسونج هنا اوضح انه هناك عوائد في الاستخدام الشخصي تجعل المكيف أفضل وأوفر عليكم، سأوضحها لاحقاً في الفيديو والمكيف والكمبريسور يأتي فيه نيو ديميوم ماغنيتس، الذي تساعد في تقليل الصوت في نفس الكمبريسور وأيضاً مسألة توفير الاستهلاك مسألة تبني المغناطيس والقدرات الموتور في الأجسام الداخلية لها الكمبريسور، بصراع شرائك الفتحات الشفرات ستجدها جداً واضحة، وأيضاً الشكل طبيعي جداً جيداً وعلى فكرة، هذا هو كرت النفس الطاقة التي يأتي مع المكيف في منطقتنا دعني الآن أتكلم عن تجربتي والتقنيات التي لاحظتها واستفدت منها أولاً، التطبيق الخاص بسامسونج وسمارتثينجز الذي من خلاله القدرات الأساسية للمكيفة تبانت والاقتران والربط المكيف بالواي فاي تم بشكل طبيعي التطبيق سمارتثينجز تقدروا من خلاله تطلعوا الإمكانيات الكاملة لهذه الجهاز وتعرفوا تضبط أمور الاستخدام بشكل أفضل، مثلاً تحديد درجة الحرارة المرغوبة بشكل جداً واضح وأيضاً هناك مسألة المكيف التي يتعلم عن الأطباعة الخاصة فيكم وبأهل المنزل، ومن ثم يتمم لكم التوفير بشكل ممتاز مع تبريق فاعق دعونا نظر المكيف وتكلم عن شيء أيضاً إضافي بداخله فالمروح الداخلية التي تأتي بكرة كبيرة أكبر بـ 15% من المكيفات المعتادة لماذا تضبطوا المساحة بحيث أنهم يزيدوا هذه البكرة الداخلية على التكييف وتساعد في تدفق أكثر الهواء والتبريد الأسرع وما يفوتكم نمط التيربو التي ترى ممتاز من ناحية تبريد سريع للهواء من نفس المكيف وأكيد أتكلم عن الفلاتر التي أيضاً زادت مساحتها من فوق نفس المكيف الآن أأتي إلى خاصية الـ Wind Free Wind Free هي أن تتسكر هذه الشفرات الكبيرة الأساسية ويصبح الاعتماد على المنافذ والفتحات التي في المكيف وعلى فكرة ترى ثلاث قطع تنفك في المكيف الفلتر متعودين عليه وقطع التي تحت نوعاً ما متعودين عليه ولكن الواجهة تنفك هنا ستجدوا أنه بين الواجهة وبين نفس المنطقة الخلفية هناك مجرى خاصة في الهواء والذي يساعد تدفق الهواء من هذه الفتحات الآن في المكيفات العادية، هناك أحياناً انزعاج من توجيه المكيف علينا نشعر بأحياناً بألام المفاصل بالذات بعد النوم والذات مع تركيز الهواء الذي يأتي علينا بشكل مباشر أثناء نومنا هنا بهذه الخاصية الـ Wind Free وبهذه المنافذ والفتحات الجديدة الموجودة يكون انتشار أفضل للهواء بدون ما يؤذيكم المكيف ويكون تشتت الهواء جداً حسن وممتاز وأكيد مر عليكم انه هناك ناس يضعوا شيء اسمه ديفيوزر للهواء بطع بلاستيكية تتركب على مكيفات سبلت تساند في ان الهواء يتشتت وما ينتشر هذه فيها بعض المشاكل، انه الهواء يرجع جوه المكيف بشكل سريع وأيضاً فيها مسألة انه ما تلاقوا التبريد صار كالمعتاد من نفس المكيف حجبتوا التبريد ونمط الويند فري ايضاً ساعدني لما احس انه هناك برودة بزيادة بدل ما اطفي المكيف وأطيح في استهلاك الطاقة مرة ثانية مع ارتفاع التبريد اقدر اضع نمط الويند فري وبالتالي يحافظ المكيف بالذكاء اللي موجود فيه على درجة حرارة الغرفة وكمان هناك شيء اسمه نمط النوم اللي يساعد باسلوب تبريد تدريجي عشان يساند في نوم عميق سميته سامسونج هذا النمط الويند فري جود سليب يجعل حتى درجة حرارة الغرفة ادفع مع اقتراب وقت الاستيقاظ لكي يسهل عليكم الامر وحق انكم تصحون الصباح خاصة المكيف من نوع انفيرتر ويند فري فهذا الاسم الذي تبحث عنه اذا عجبتكم التقنيات اللي فيه ودائما ينقيم احتياجاتكم يأتي بـ 18 او 24 واحدة واكيد فيه خيارات اخرى بارد وحار بارد وغيره التطبيق ارجع له والذي بصراحة فيه بحر من الامكانيات يجب ان تخوضوا فيه وتشاهدوا التجربة حقته الآن درجة الحرارة المستهدفة واضحة بشكل كامل فوق التطبيق تقدروا تختاروا نماط تبريد محدد وستجدوا انماط تبريد كثيرة تقدروا تشغلوا مثلا ميزة AI Purifying اللي هو تنقية الهواء باستغلال الذكاء الاصطناعي وما تنسوا تسحبوا الانماط على اليمين لانتبهت لها الا بعد خمس دقائق انه فيه انماط اكثر فغير مسألة الويند فري والسنجل يوزر هناك نمط الهدوء وفاست تيربو ويجب ان تعدلوا اتجاهات توزيع الهواء من خلال هذه القائمة او حتى تشغلوا خاصية الويند فري التي تكلمت عليها من التطبيق التطبيق يعمل على جهزة سامسونج بطبيعة الحال وأكيد يجب ان تحملوا نفس التطبيق على جهزة الاندرويد او اجهزة الايفون هناك رمز QR يأتي على المكيف لكي يسهل عليكم الاقتران وأيضاً التطبيق يسمح لكم بانكم تشغلوا والطف المكيف وتديروه من اي مكان في الكوكب ليس بالضرورة تكونوا جنب المكيف هذا اذا المكيف مربوط على الانترنت من خلال الواي فاي بشكل صحيح الآن يمكنكم من التطبيق تراقبوا الاستهلاك وشوفوا ماذا طلالي من ناحية الاستهلاك الآن مقدار الاستهلاك يطلع لكم يومي واسبوعي وأيضاً شهري وأيضاً يمكنكم تشاهدوا حالة الفلتر المفروض انه يتنظف كل 500 ساعة وبالتالي التطبيق يساندكم في متابعة الامر هذا بل ايضاً يجيكم تنبيه من المكيف ويكلمكم كأنه على الجوال لابد تأتي وتنظف الفلتر هذا شيء ممتاز بالنسبة لي بعد التنظيف اضغطوا زر الريست من نفس هذه الخاصية لكي يحسب 500 ساعة من جديد ومن نفس التطبيق وبعض الاعدادات يمكنكم توقفوا الأصوات المكيف وطفوا الإضاءات للمبة المكيف وتفعلوا نمط التنظيف التلقائي للرطوبة الداخلية في بعض البايفات أكد لكم تنظيف تلقائي داخلي يشير الرطوبة ويشير أشياء هذه ميزة موجودة في المكيفات لكي يكون العمر أفضل ولكن تفعلها كل فترة وفترة حسب دليل الاستخدام هناك خاصية اسمها سيلف تشيك سيلف تشيك ماذا يفعل؟ يصبح التطبيق والمكيف يسولفوا مع بعض يتموا مع بعض الاختبارات والذي في النهاية يعطيكم هذه الصفحة التي توضح لكم أموركم تمام أو لا وقلت لكم في الفيديو أني أعطيكم عوائد الاستخدام الصحيحة والتي تجعل استهلاككم في الطاقة أفضل فمثلاً عدم إغلاق وتشغيل المكيف كثير ورباء تعديل درجة الحرارة بالريموت مع نمط الحجب هذه حركة أنا شخصية أحب أفعلها أضبط الإعدادات ثم أعطي أمر واحد للمكيف يضبط من خلاله كل شيء أيضاً المحافظة على نظافة الفلتر لأنه يا جماعة كلما اتسخ الفلتر كلما زاد استهلاك الطاقة من المكيف لأنه قاعد يحاول يبرد وما يأتي لهوا كثير فهي يجعل جهد أكبر وأيضاً لا تستخدموا حواجز على المكيف الذي تجعل الهواء يرجع للفلتر أول ما يخرج من المكيف كذلك تتعبوه وبالتأكيد لو بالإمكان يكون الكمبروسر في مكان مظلل فلا تحرموا من الظل لتخفيف الجهد عليه وأكيد تنظيف من مختص أو مع اتباع لرشادات دليل الاستخدام ترى شيء جداً جيد وللتوضيح دليل الاستخدام حتى خطوات التركيب للمكيف من الألف لليا موجودة فيه حين تجربتي مع مكيفات من شركة سامسونج وشركات أخرى مستمرة مدامة التقنيات جالسة تصير أكثر وأكثر بهذه الأجهزة وماشاء الله كل ما الذي ترى التقنيات تصير أفضل ليس فقط ربط مع واي فاي وإغلاق وتشغيل لا، صار الموضوع بحر من التجارب وتخصيص هذه الأجهزة وهي جزء من منظومتنا في المنزل وفي المكتب في كل مكان نهاية الفيديو وكل فيديو قلوا لي رأيكم عن مكيفات التي جربتوها وأفضل التجارب بالنسبة لكم في الربط مع التقنية سبحانك الله وبحمدك أشهده لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أراكم على خير بإذن الله